اللي بتقول فيه مشكلة مع زوجها وزوجها على النت ومصاحب بنات وبقول لها أنا يعني دي صدقات ودي طبعا لابد أن يكون في العلائق الإنسانية الإنسان عنده علاقة مع إنسان آخر بتجمعه نوع من أنواع العلاقة فيه علاقة عمل علاقة زمالة علاقة شغلة علاقة قرابة إنما العلاقات المطلقة دي وقاعدين بقى أن يتكلم في كل ما دق وكبر فدي أمور لابد أن هو يعيد النظر فيها مرة تانية أنا بس الحظ عليك بس يا خديجة ما يمكنش أن أنا برضو أمش أقول ابنك عمل ابنك سوى لازم أنا أبتدي أنصح بيني وبينه بلاش تعويدي إنك دايما نشر سره بره حتى لو أخطأ خلي كل حاجة داخل البيت أكيد إنه رب العالمين سبحانه وتعالى على صبرك وعلى حكمتك وعلى حرصك على إنك تعمري هذه الحياة حتى لو اللي قدامك لا يقوم لك بالخير زي ما أنت بتقومي حتى لو اللي قدامك مش بيقدي الحقوق المطلوب إنه المفروض إنه يديها لك لكن أنا بأدي اللي علي لأننا في النهاية سأسأل عنه والحياة مليانة حاجات كتير قوي وربنا نفسه سبحانه وتعالى علمنا وجهنا في كتابه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إنه الإنسان ما عندهش طريق واحد لمرضات الله عنده طرق كثيرة والطرق دي كلها فيها جهاد جهاد لأننا في النهاية عايز أمشي نفسي على ما يرضي الله سبحانه وتعالى مش عايز أخالف ربنا مش عايز أعصي الله سبحانه وتعالى عايز دايما أننا أمشي على رضوان أو على الطرق التي ترضي الله سواء زوجي ده طريق لطاعة الله أولادي طريق لطاعة الله وأقدر أننا بسوء تصرف يكونوا طريق لمعصية الله عشان كده المسألة محتاجة جهاد مننا طرق كتيرة مع أقارب طريق إما أننا أعصي الله في هذا الطريق أو أننا أطيع الله عندي جيران كذلك هم طريق لي إلى الله سبحانه وتعالى إما أطيع الله فيهم أو أعصي الله فيهم وهكدت إيسي على بقية الأشياء اللي الإنسان أو المجتمع الإنساني اللي الإنسان عايش فيه تنصحيه من وقت للتاني وتاخدي بإيده واصبري ودعي له بالهداية ودع أن ربنا يباعد بينه بين الزنوب والخطايا كما بعد بين المشرق والمغرب ودعي ربنا أنه يجعله قرة عين لك ويجعلك كذلك قرة عين له ويكفيك بيه ويكفي بيك دي أدعية مهمة الإنسان بيتسلح بالدعاء في مواجهة أشياء كتيرة بيمر بيها في حياته وما تغنيش أنه الإنسان ياخد بالأسباب ربما أنا أصرت معاه ربما أنا دايما زي ما بذكر أخوات الفضليات كتير من الزوجات بتقدم للأزواج اللي يقدروا يقدموه لكن أنا دايما بنصحه بقول نقدم للأزواج ما يحبوه فارق كبير بني أدي الجوزي اللي أنا لا أقدر أعمله لكن إن أنا اجتهد فيما يحب وكذلك الزوج للزوجة يجتهد فيما تحب أكيد حرص كل طرف على التاني بهذه الصورة ربنا سبحانه وتعالى حيبارك لكل طرف في اجتهاده في إرضاء الطرف الآخر أما وإن طرف مش مستقيم فأنا يا ستي خليني مستقيمة على أمر الله وأتخذ طريق إلى رضوان الله يا خديجة وأنا مبسوطة من إنك يعني هدية في الأمر لكن حكاية أقول لأهله دي في أمور تكون كبيرة شوي مش في كل صغيرة وكبيرة عشان ما تجرحيش صورته قدام أهله وبعد كده يقولك هو أنا كده بقى وإن كان عاجبك لا الأمور تتاخد بعقل عن كده شوي ترجمة نانسي قنقر